السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا اغلى متابعين عاملين ايه? وحس توني جدا جدا. والنهاردة يوم جديد من يوميات بوسي. ويومنا النهاردة بازن الله فيديو صغير كده عن طريقة غسل الفراخ وتقطعها وتنظفها. وازاي تقطع الفرخة اكتر من كتعة. مش اربعة بس. لا هنقطعها. اه خمس كتعة وهنقطعها كمان تمن كتعة. وحابة معلومات صغيرين كده يارب يفيدوكم النهاردة. لولادنا الصغيرين اللي لسه بتعلموا هنقطع الفرخة اكتر من كتعة. آآ كتعة صغيرة وكتعة كبيرة. وهنعملها كمان بطريقة تحضير. سهلة وسريعة. اسهل واسرع طريق التحضير فراخ. ممكن تعمليها خمس دقايق. تمام? قبل ما ابدأ الفيديو بس عايز اقول لك لو لسه ما اشتركتش في القناة اشتركي في القناة فعلى زر الجرس. عشان يوصلي كل جديد وما تنسي باللايك. يلا نقول باسم الله ونبدأ الفيديو. اول حاجة يا منات انا معي فرختين هنا. علشان اعمل لكم كل واحدة بتقطيع معينة. تمام? المعينة فرختين مخصولين وتنظفين كويس جدا. زي ما انتم شايفين ميتهم زي الفل. طبعا لما نحط لهم الملح هتفرق معانا المية كتير جدا. هحط كده اول حاجة ملح. جوة الفرخة كده وفي المية. وهدع كويس جدا كده ايدك في الفرخة في كل حتة. هتنظفيها من كل مكان. شايفين من جوة المية بقت عاملة ازاي? المية هتتغير لونها خالص. الملح صراحة بيطهر الفراخ وبيطهر كل حاجة بكل سهولة. هننظف كويس جدا بالملح. شايفين المية? شايفين لونها تغير ازاي? دي اول حاجة كده بالملح. هنشيلهم من المية بالملح. وهنحط جمان آآ مية نظيفة. وهنشوف هنعمل ايه? هشطفهم كده شطفة من الملح وهشيلهم. شايفين المية عاملة ازاي? تاني حاجة بقى هنا هنضيف الدقيق والدقيق ده مهم جدا برضو. بينظف الفرخة كويس جدا جدا. هدعك كده بالدقيق برضو الفرخة نفس الكلام زي ما عملنا بالملح هنعمل بالدقيق. ايدي برضو في كل مكان كده في الفرخة بالدقيق تنظفيها كويس جدا بالدقيق. وبعد ما نضيفها بالدقيق نفس الكلام هنشطفها من المية بتاعة الدقيق. نشطفها كويس جدا كده من الدقيق من جوة ومن برق. هنشيلها من الدقيق وهنشوف هنعمل ايه تاني. هن بقى هنحط مية نظيفة وكبدا المية مطرح دقيق وهنحط مية نظيفة علشان هنحط بقى خل ودي اخر حاجة هنغسلها كده بالخل. حطيت حوالي نص كباية من الخل وهنحط فيها الفرخ تاني وهنشطفها كويس جدا. هنخسلها بالخل كده الفرخ على فكرة زي الفل لو انت كده هتستخدميها سليمة هتقدروا تستخدمها على طول هتشطفها بس شاطفة من الخل وتستخدمها على طول سواء هتعمليها محشية او هتحشيها يعني او هتحطيها في الفرن او هتعمليها اه في خضار او اي حاجة سليمة اهم حاجة بنشيل الجزئية اللي تحت دي تشيل خالص. وفيه كمان كده من جوه بيكون فيه حاجة زي الكورة كده دي لابردو لازم تتشيل. الكورة دي لازم تتشيل من جوه تقطعيها من جوه وتشيليها. ولو حابة تتخلصي من الدهن اللي فيها عادي تخلصي من الدهن اللي فيها لكن هو بيدي للشربة طعم حلو فبنخليه. انا كده خلاص كبت المية مطرح الخل. وش هتفطها بمية عادية. كده هتكون جهزة معيك لو انت هتستخدميها على طول سليمة. اما بقى لو هنقطعها فاحنا هنقطع الاولانية دي. هقطعها لكم خمس كطع. لو انت خمس افراد هتقدروا تقطعوا الفرخة خمس كطع. الناس كتير متعودة اه تقول احنا خمس افراد. مسلا لا اجيب الفرخة واجيب معها وركة او اجيب الفرخة واجيب مش صغيرة ولا اي حاجة. انا لما بعمل الفرخة احنا خمس افراد بعمل الفرخة بقطعها خمسة بالشكل ده. بقطع الوركل لوحديهم وبشيل كده الرقبة برضو. والجزء اللي فوق ده بقطعه على تلاتة. بقطع الجزء اللي فوق ده كده من عند تحت الكتف كده فيها عضماية بتبقى بيضة زي الارقوشة كده بتقطع من عندها الجناح بالكتف. وبردو العضماية البيضة التانية دي بتروحي دايسة عليها وقطع كده بتقطع معك بكل سهولة. كده الفرخة تقطعت خمس كطع كبار حلوين. كده الفرخة بقيت خمس كطع حلو جدا. طبعا لو عددتكو اكتر من كده عايزة تقطع الفرخة تمن كطع هنقطعها برضو تمن كطع او لو انت عايزة تعمليها مسلا في كابسة او انت عايزة تعمليها بالبصل كده كباب حل او اي حاجة فهتقطعها تمن كطع هقطعها برضو معاكم تمن كطع. وبردو لو جايلك مسلا اطفال او عندك اطفال او جايلك اطفال برضو معزومة عندك او حاجة ما تقطعيش للاطفال الربع سليم. حاول تقطع للاطفال قطع الربع بتاعهم على قطعتين. يعني الورك كده تقسمي اتنين بالشكل ده. الاطفال عمرها ما بتخلص ربع الفرخة. فبيتبهدلك الوركة على الفاضي وتاكل منه حتة او سواء السدرة او الورك. بتاكل منه قطعة وتسيب الباقي ترميه وتفتفته ويبوس طبعا وما حدش بيأكل مطرحهم. فطبعا انت لما تيجي تقطعي للاطفال تقطعي بالشكل ده. انا كده قطعت الوركين على اربعة. واقطع كمان السدر اللي فوق على اربعة. هشيل بس الرقبة. زي ما قلتلك حاول تقطعي للاطفال قطع صغيرة زي كده. ودي القطعتين ما فيش مشكلة ولا قدر كالت تانية كالها. كالقطع واحدة يبقى ما فيش مشكلة خالص. يبقى انت ما بهدلتش الدنيا ولا بهدلت الفرخ. تمام كده برضو من عند الجزء الابيض ده. وهقطع كده. كده دي قسمتها اتنين وهقسم دي كمان اتنين. انصحك لو في اطفال تعملي كده الفرخ على تمانية. تمام كده عملت واحدة على تمانية واحدة كمان على خمس كطع. تقدر تعملي كمان لو هتعملها شوي تعملها على اتناشر كطع كمان. زي ما قلتلكم هنا لازم تغسليها تاني بعد ما تقطعيها. لان بعد بعد التقطيع بيكون في دم. مطرح العدم مطرح ما قطعتيها او قسرتيها بيكون في برضو بواقي دم لازم تغسليها تاني. انا هنا غسلتها بس بملح وخل فقط. وهشطفها كويس جدا كده ان الخل والملح بمية نظيفة. وهتكون برضو في راجها زي معانا وهتكون زي الفل. شهيكون فيها رحي الزفارة ولا اي حاجة. باخد جزء جزء او واحدة كطعة كده تحت الحنفية على طول. واخسلها كويس جدا. وخلاص كده خلصت بص برضو المية النازلة منها. آآ كده خلاص الفراخ جهزة. اتقطعت زي ما قلتلكم اقطعت واحدة على خمس كطع. واحدة على تمن كطع. واللي الطريقة اللي تعجبك او التقطيع زي عجبك اقطعي بيها. ويلا بقى اعمل معكم كده طريقية فراخ سريعة سريعة. حطيت هنا حلة على النار وحطيت فيها مية. المية قربت تغلي. هضيف معها طمط مية وبصلاية وتوابل الشربة. وهضيف كمان ورق لورة. انا عندي هنا توابل الشرب انا طحناها. حطيت منها شوية. وتوابل الشربة الصحيحة ما كانش فيه آآ ورق لورة فقط. حطيت ورق اللورة والبصل والآآ التوابل بتاعتنا كلها. ولما المية غلت بالشكل ده. هنزل فيها بكتع الفراخ. تتسلق. ودي اسرع طريقة لعمل الفراخ. يعني لو عندك اي فراخ هتعملها هتعملها باصل طريقة هي سلء الفرخة. بحط كمان واحدة مكعب ماجي لان انا بحب الماجي في كل حاجة صراحة. بتدي طعم حلو جدا. حطيت مكعب الماجي وحطيت التوابل وحطيت الفرخة وهسيبها تغلي غلوة وهضف لها حبة ملح. تمام الفرخة تسلقت. هطلع بقى الفراخ كده من من الشربة على طول بعد ما تسلقت. دي طريقة تحضير فراخ سريعة يعني زي ما قلت لكم. باخد لها معلقة صلصة كده بحبة زيت او معلقة سامنة. وحط عليهم توابل. آآ ملح وفلفلسود وكامونكوزبرة وتوابل اللحمة وبهارات اللحمة وكده. وبادهن بهم وش الفراخ بالشكل ده. اي صلصة عندك بقى يعني سواء صلصة برتمانات. سواء صلصة فايدة مثلا من طبيخة عندك او تقلية او حاجة كنت انت مقاليها. وكانت تقلية ازيادة او حاجة وبقية منك. فبتغذيها عادي تدهني بها وش الفراخ عادي خالص. آآ حبة صلصة طماطم. اي صلصة متوفرة عندك وتدهني بها الوش عشان تدي لون لما نحطها تحت الشوية. انا مش بشغل الفرن عمتن كله عليها. لا بشغل تحت الشوية فقط. وبرش عليها كده فلفلسود وحبة ملح. وبتحطيها تحت الشوية. تاخد وش وتطلع احلى فراخ. طريقة كده سهلة وسريعة حبيتها وراها لكم. الفيديو اصلا انا كنت عاملة الفيديو على طريقة تنظيف وتقطيع الفراخ فقط. وبعد كده حبيت اعمل معكم الفيديو ده واريكم آآ اسهل طريقة لتحضير آآ واسرع طريقة. بتطلع من تحت الشوية تحفة بالشكل ده. آآ ميزة الصلصة اللي احنا بنحطها او في ايديتها مش عشان الطعم. هي مش بتدي طعم قد الشكل واللون عشان بس اللون يطلع حلو بالشكل اللي انتم شايفينه ده. خلاص كده الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. يارب بيكون الفيديو عجبكم النهاردة. او كون بناتنا الصغيرين استفادوا منه اي حاجة. ولو حاجة صغيرة قد كده. يا رب لو ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم. تنسوش باللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. وتفعل زر الجرس عشان وصلت كل الجديد. احبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.